كده ايه صورة الراجل مشلك كونرد مشلك اللي هو اللاعب البولندي الجناح اللي كل الانتباعات داخل نادي الزمالك وكل الانتباعات لا قبر الصورة بقى يا صلاح بقى تمام كل الانتباعات عند اي واحد اتفرج على تدريبات النادي او على المبرال والدية اللي تلعبت اول امبرح الصبح بين الفريق الاول في الزمالك مع فريق الشباب انتباعات غاية في الاجابية انتباعات كلها مفيش حد قالك اصل بس هو ينقصه كذا اصل بس الدنيا مش عارف ايه لا في حالة من حالات التفاؤل الكبيرة جدا داخل نادي الزمالك سواء بقى بتتكلم عند مسئولين بتتكلم على جهاز فني او حتى اللاعبين اللي بيشاركوا مع اللعب في التدريبات شايفين ان هو اللاعب جابت جدا واكتر حاجة بتميزه السرعة اكتر حاجة بتميزه السرعة انا بحكي لك بالزبط الانتباعات الموجودة داخل القلعة البيضاء خلاص حتة يبتدي او ما يبتديش انا بقولك هو الاقرب للبدء في هذه المباراة حساب مصطفى الشالبي حتى الاي هو الاقرب ان يكون موجود في المكان ده كجنح ايصر طبعا زيزه مفيش خلاف الجزيري مفيش خلاف الكلام دلوقتي مصطفى الشالبي ابتدي بيه ولا ابتدي بكونراد مشلك اللاعب البولاندي النسب قريبة جدا من بعض بس الكفة ارجح شوية لكونراد الكفة بالنسبة له ارجح شوية لان شايفين امكانيات كبيرة جدا في التدريبات طيب ده بالنسبة لمشلك تعال اكلمك على الجانب المعنوي بالنسبة للفريق فخلينا اقولك عزيزي المشاهد ان حالة من حالات التفاؤل الكبيرة جدا جدا داخل نادي الزمالك بالفوز ببطولة السوبر فيه تفاؤل كبير وفيه ثقة وفيه تحفيز متميز جدا بيحصل من الادارة الناس في نادي الزمالك مركزين كل التركيز في هذه المباراة وان ازاي الفريق يرجع من السعودية مع الطولة السوبر مع اللقب ففيه تفاعل فيه تفاعل وبالمناسبة فيه وقت كتير جدا ده بيكون مطلوب بس في الوقت يعني في نفس الوقت لازم تعمل ايه لازم تكون عامل حساباتك بشكل كويس قوي لاستراتيجيتك في الماتش وهناك كلام برضو على جمز الناس تتكلم شوية ايه على جمز هل جمز ندرب تصق فيه ولا لا هل جمز زي تغييراته جايدة ولا اغلب الاوئاب تبقى غير موفقة جمز موقفه ايه جمز جمز كلام كتير اوى على جمز لكن فيه حاجة مهمة اوي الناس بشو اخدى بالها منها ان جمز لعب قدام النادي الاهلي مطشين نهاي كاس مصر فاس فيه النادي الاهلي اتنين سفر بعد ما نادي الزمالك قدمه باراة كبيرة جدا مميزة كاس مصر اللي كان في السعودية النهاي اللي فاس فيه الاهلي بهدف ايه امامه افشا ولعب مطش في الدوري فاز فيه جمز على كلر اتنين واحد فاذا هو عنده ثقة في المطشات اللي ازاي اه اه واخد ثقة وعارف بيشتغل ازاي عارفه وبيعمل ايه انت بقى تقييمك ليه الان من تغييراته الان من التشكيل الان من التوظيف ممكن لكن المطشات دي بحسابات تانية المطشات دي بحسابات تانية ففيه تفاعل كبير جدا داخل نادي الزمالك اه في تفاعل كبير جدا داخل نادي الزمالك خلاص بخلق بعض التصرحات اللي بتخرج من خلال وسائل الاعلام اه فخلقت تحفيز اضافي اضافية اخرى عند الفريق ودي حاجة برضو تندرج تحت البند الايجابيات لان في كل الاحوال انا حب اقوي اللي يحاول يخلق لنفسه دافع اضافي يحاول ان هو يحفز نفسه بشكل كبير طيب ايه تاني اللي عمله نادي الزمالك وده احنا قلنا لحضراتكم عليه اول مبارح انه حيتم صرف 15% او ال 15% المتبقيم ومستحقات لعبي نادي الزمالك لان هنا فيه تفصيل غاية في الاهمية النهاردة بالفعل احنا اول مبارح في حلقة اول مبارح اول يوم في الاسبوع قلنا لحراركم ان خلاص نادي الزمالك خلال الايام دي حيصرف ال 15% قبل مباراة القمة عشان ما يبقاش فيه لعيب في نادي الزمالك لجنيه بالفعل تم صرف ال 15% 15% يمكن الناس كتير جدا ما تكلمتش على النسبة انا بقول له حرارتك بالزبط النسبة اللي كانت متبقية اللي كانت متبقية للاعب نادي الزمالك 15% اتصرفت النهاردة وما فيش لعيب واحد ليه مستحقات متأخرة ولا لاعب في نادي الزمالك ليه مستحقات متأخرة التوقيت كان مهم اول طيب كل اللعيبة كل اللعيبة اه كل اللعيبة الجهاز الفاني موقفه ايه مالوش جنيهة لنادي الزمالك الناس في نادي الزمالك النهاردة صرفوا كل حال ابص انت ليه كم تفضل ناقصك ايه اتفضل بعد اذنك بس هتلي البطولة ما فيش حاجة مطلوبة تاني طيب مين اللي لسه ليه بعض المستحقات في نادي الزمالك من اللعيبة دي الاجانب لهم جزء من المستحقات ما اخدوا جزء ده اسلهم جزء مطبق من المستحقات لكن كل لاعب محلي موجود في قائمة نادي الزمالك اي لاعب موجود في قائمة نادي الزمالك طبعا من الاجانب دول خرجت صفقات الجديدة تكلم ربما على المسلوسي تتكلم على سامسون خرج الأسماجي يعقى كونرد مع الراجل ما لاحقش يبقى ليه مستحقات الراجل عمر فارج ما لاحقش ينكون ليه مستحقات مين الخامس يا جماعة في قائمة الزمالك من الاجانب فكرون فاخد بالك بنتايك ما لاحقش يكون ليه مستحقات بتكلم بالتحديد عن مسلوسي بتكلم بالتحديد على سامسون اا كنولة planec ruling برده على الولد اللي تحت السن برضو سيدين دايما لحقش يكون ليه مستحقات لكن في كل الأحوال أي لعيب محلي موجود في صفوف نادي الزمالك محلي أقصد كمصري يعني واخد كل جنيه كان نقص له النهاردة تفرفت كل حاجة نقص بس الأجانب لهم جزء بسيط جدا من المستحقات دي حاجة كويسة حاجة كويسة جدا جدا قام بها مجلس إدارة نادي الزمالك طيب الرجل جوميس بيذاكر للأهل ازاي بيتفرج بالتحديد على آخر مطشين اللي هو مطشين اللي لعيبهم الأهلي قدام الجرماهية الكيني اللي فاز زهابا ثلاثة وقيابا ثلاثة ستة مجموع المطشين تفرج هو على المطش الأولين من الملعب هناك في كينيا بعد مخلص مطش الشرطة الكيني اللي فاز في نادي الزمالك واحد سفر وبيتفرج فيديو على مطش الاياب بالنسبة للنادي الأهلي قدام جرماهية الكيني وبيدرس الفريق بشكل قوي ويمكن جمز حافز تشكيلة الأهلي أنا بقولك وبيني وبينكم تشكيلة الأهلي مش محتاجة استنتاجات او مش محتاجة توقعات تشكيلة الأهلي واضح إلا لو كولر عمل مفاجآت وهنا حنروح لسه نتكلم عن نادي الأهلي لسه حنروح نتكلم عن نادي الأهلي بس عشقفلك ملف الزمالك الأول فبالتالي الراجل قاعد بيذكر المطشين وبيدرس كل نقاط القوة والضعف في صفوف النادي الأهلي طيب من الأخبار الجائلة جدا النهاردة منصف الشلبي ونبيل عماد دونجا سناء الفريق انتظموا في التدريبات الجامعية كل واحد يمكن متعرض او تعرض لكدمة في الكاحل فبالتالي الأمور جيدة جدا شاركوا في التدريبات الجامعية بالشكل كامل والدنيا تمام وزي الفل بالنسبة لهم والف حمد الله على سلميتهم حاجة كانت بسيطة يعني فانت محتاج في نادي الزمالك كل لعيب كل لعيب يكون جاهز لان انا بقول لحضرتك المطش ده بالنسبة النادي الزمالك مختلف عن اي مطش الناس تتكلم عن الزمالك كان وحش جدا في المطشين الأداء ما كانش أفضل حاجة رغم النفاز الأداء ما كانش مكنع الجمهور الآن يصلي خط الدفاع انا بقول لحضرتك الزمالك في مطش السوبر مختلف الزمالك في مطش السوبر عنده دكة قوية جدا جدا تمام؟ لو ناصر قاعد دكة الا لو لعيب اساسي ما عبدالله التفاصيل اللي هي علاقة بالتشكيل يعني ان شاء الله بإذن الله تعالى لو كانت في العمر بقية فممكن ناصر لو ناصر ماهر قاعد دكة فورقة جامدة جدا مصطفى شلبي أو كونرد أي واحد فيما قاعد دكة فورقة جامدة جدا عمر فرج لما يقاعد دكة حيبقى ورقة جامدة جدا واخد بالك وتجي تتكلم مثلا على مين تاني تتكلم على أكتر من عنصر تتكلم على أكتر من عنصر توظيف محمد شحاتة حيبقى عمل إزاي الأمور حتبقى أخبرها إيه نص الملعب حيشتغل إزاي إيه فكر بتاع جومز جمهورنا إذا ما تجي تسأله يقولك أنا نفسي إن في نص الملعب يلعب شحاتة ويلعب دونجة وقدمه عبدالله السعيد عشان يكون فيه مواجهة قوية جدا مع أكرم وإمام ودونجة عفوا أكرم وإمام ومروان عطية خلاص فدي كل التفاصيل تتعلق بنادي الزهر